السلام عليكم خوتي ومحبا بكم مجددا في قناتكم أخبار بلدي في هذا الفيديو خوتي يعني ندرك لكم استيل جديد تاع الفيديوهات اللي مش كما مظهر نديره لأنه مظهر في كل فيديو نحكو على أخبار على حدة هاد المرة جمعناها لكم وفي الأخبار نحن نحضروكم على صفقات مرعبة قامت بها الجزائر في خصوص القوة الجوية أرعبت الكائن الصهيوني وما جعل القنوات الصهيونية تتحدث عليها نتحدث على هاد الأمر بشكل مفصل وفي الأخبار نحن نحكوكم أكثر حول زيزال اللي ضرب في المروك وأيضا غياب الملك محمد السادس هو رفي إيجازة يتمتع في فرنسا والشعب تعراهي موت وما صدرش منه حتى قرار جيد هذه هي أهم عنوين أخبار اليوم خوتي من اللي لازم تبقى معنا حتى الآخر بيتعرف التفاصيل قبل ما نبدأ الفيديو أيضا دعمونا بالضغط على زي الإعجاب اشتركوا في القناة وفعلوا جرس هذا الأمور حتى دعمنا تصدق الحملات السينيار شكرا جزيلا لكم نبدأ بقضية زيزال خوتي الآن خوتي في الوقت لأننا نهضر معكم فيه في هذا الفيديو تم تسجيل أزيد من 1200 وفات جراء الزيزال لقوة 7.2 لضرب المروك إن لله وإن إليه راجعون لكن الأمر الذي أغضب الشعب المغربي الآن فهو حقا في حالة احتقان شديدة بعدما يشاف أن الأهل التاعي يموت وما كان حتى ردت فعل من الملك المغربي هو غياب الملك المغربي وتوجده في فرنسا يعني قالك نورمان موف فور سماعه بالخبر يهز بقاجه ويجي الطول يجري للمغرب بش يكون في عين المكان ويراعي كل التفاصيل حبة بحبة إلى أن أخاتي كما لباكم الملك المغربي ما يكتدش أبدا للشعب يعني هو أصلا ملياردير يعني أغنى رجل في أفريقيا وهذا على ضح الشعب ورغم أنه ما عنده حتى بزنس صحيحة يقولوا عنده شركة لتطوير الذهب ولكن حتى هذه الشركة وسارقها من الشعب التاعه المهم خوتي نحن في هذا الفيديو ما جناش ديجا نعايره نحضره على الملك محمد السادس لأنه هو أصلا بين الشعب التاعه حتى ما تتخلعش من ردة الفعل الملك التاحهم لكن العمر المثير للانتباه خوتي كما نباكم هو أن الجزائر عرضت مساعدة على المغرب يعني مساعدات مادية الأول خوتي عرضتها الجزائر دون مقابل يعني قلت الجزائر للمغرب سأقوم بفتح المجال الجوي أمام المغرب يعني باش الإعانات تصلهم بكل سهولة ويقدرهم يتنقلوا أيضا بكل سهولة لكن بخصوص الإعانات المادية الجزائر قالت للمروق أنها رح نعطيها لك ولكن في حال طلبتها المغرب يعني لازم المغرب تطلب من الجزائر المساعدات باش الجزائر تقدم لها هذه المساعدات أيضا بدأت الناس تتداول أخبار تقول بلزع ما خبر عرض الجزائر مساعداتها على المغرب أخبار مزيفة وغير صحيحة لكن خوتي لكم تروحوا قاعد القناوات الرسمية مثل البلاد جورنال البلاد ولا النهار ولا أي موقع آخر حتى تلقى هذا الخبر مثلا هذه تعلق البلاد قال لك على إثر الزلزال الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية أبدت السلطات الجزائرية استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كفة الإمكانية المادية البشرية تضامنا مع الشعب المغربي وذلك في حال طلب من المملكة المغربية يعني لازم المملكة المغربية تطلب هذه المساعدات من الجزائر باش الجزائر تبعث لها أيضا قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية للجرحة والمصابين إثر الزلزال الذي ضرب المغرب هذا الأمر الجيد خوتي قامت به الجزائر الآن خوتي خلنا نروح إلى الخبر الآخر في الخبر الآخر صفقات عسكرية ترعب الكيان الصهيوني والمخزن لدرجة أنهم يقومون بالتعليق عليها في مواقعهم هذا الخبر قديم نوعا ما خاته لكن موقع هذا موقع E24 العبري يعيد تحيينه يعني كل دقيقة زين ولا ثلاثة وفي هذا الأرتيك الخوتي في الحقيقة إسرائيل تحدثت عن صفقات سرية مش عكوة في قتلها دارتها الجزائر السنة ولكنها كانت مخطئة بخصوص الرقم فالجزائر دارت صفقات بقيمة 18 مليار دولار وليس 17 مليار قالك أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن روسيا والجزائر وقعتها على صفقة بيع أسلحة بين البلدين ستزاود روسيا الجزائر بأسلحة بقيمة 12 حتى 17 مليار دولار كما أرى بكم خوتي الجزائر خاصة ميزانية للجيش قدرها 22 مليار دولار 17 مليار دولار كلها راحت في التسليح بين الجزائر وروسيا قالك حسب التقرير الجزائر ترغب أيضا في شراء غواصات متطورة مقاتلات من قرص سوخوص 34 وسوخوص 57 إضافة إلى أنظمة دفعية جوية جديدة مثل الأس 400 خلطي هنا نحضر على أكثر الأسلحة دمارا يعني هذا الصطر رافيه من أكثر الأسلحة دمارا زدهم شوية هذه الغواصات أيضا خوتي هذا الصحيفة الإسرائيلية ما غلطتش لأنه عودة صحة الموضوع وقالت بلي أفادت صحيفة أن نقاشات متقدمة بين البلدين تأتي على خلفية الرغبة بزيادة ميزانية الجيش الجزائري بنسبة 130% والوصول إلى ميزانية قدرها 22.6 مليار دولار هذا الأمر خوتي جعل القوات الجوية الجزائرية تحتل المراكز الأولى في العالم وهذا الموضوع قامت بنشره مجلة سبوتنيكا الروسي المختصة في الأسلحة وتحدثت عن الجوية الجزائرية بشكل مذهل قالت تصنف القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 20 من أضخم القوات الجوية في العالم وتأتي في المرتبة الرابعة عربيا ب557 طائرة لكن خوتي هذا موضوع الرابعة عربيا فيه نقاش وضعكم فهمكم عليه قالت الجزائرية عندها 90 مقاتلة المرتبة 25 عالميا لكن كان كثير من رابعين مقاتلة مقامة الموقع روسيا بإضافتها إلى الجزائر هناك طائرات سرية كما قلت لكم كان بزيف مقاتلات اللي ما دخلتهمش هنا موقع روسيا في الحساب قالت بخصوص طائرات التي تزود بالوقود في الجو والجزائر تحت المركز التاسع عالميا أفضل حتى من إسرائيل المروحيات المقاتلة الجزائر عندها 273 وحتل المركز 13 عالميا لكن هنا خوتي كانوا بزين ما أضافوش المروحيات لشريتها الجزائر من عند إيطاليا مؤخرا والتي يبلغ عددها 50 يعني المركز هنا يمكن يطلع حتى تولي العاشرة عالميا وكثير من التفاصيل الأخرى أخيرا في الأخبار خوتي رح أشارك معكم فيديو للتبهدير للصراط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هالي جارح يفتتح ألعاب الرقبي أو لكأس العالم للرقبي اللي كترح تندير في فرنسا والشعب كانوا غاضبين منه لأنه رح يدير الاضطهادات ضد المسلمين وبدأوا يقعوا يقعوا عليه أثناء خطابه شوفوا الفيديو شكرا 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 كما شفت أخوتي يعني يبهددوه لأنه الآن أصبح رئيس فاشل حاب فقط يرضي اليمين المتطرف يعني خرج قاملين يمنع فيها الحجاب في المدلس فرنسية يعني شغل هذا القانون اللي كان يندير في أمريكان خوتي تتقلب رأسا على عقب انتم مرشاكم في هذا الموضوع خبرونا عليكم في التاريقات شكرا على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار المواضح إلى اللقاء